السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين قناة كومبيومي التعليمية اليوم إن شاء الله هنتعرف على الجزء الثاني من تطبيق كليب شامب وكليب شامب هو أحد تطبيقات شركة مايكروسوفت طيب إحنا اليوم إحنا كنا أخذنا جزء في الأول الجزء الأول كان عبارة عن تسجيل الدخول وتعرفنا على الواجهة الرئيسية للتطبيق واليوم أنا كنت وعدتكم أني هديكم بعض التريكس كده عن استخدامات البرنامج فخلينا نشوف اليوم هنعمل إيه هنعمل حاجتين مستين من التطبيق حلوين جداً وهيغيروا شغلنا خالص وهينقلوا في مكان تاني يعني طبعاً مش كل الناس ممكن تشتغل على الأفتر افكت أو التطبيقات اللي هي بنعمل بيها في فيديوهات فإحنا النهاردة هنعمل حاجة نميلاً خلينا نشوف التطبيق كل عام وأنتم بخير طبعاً اللي قدامنا اللي إحنا ضفنا ده إحنا ضفنا الشاشة دي طبعاً مش أنا ما جبناش الفيديو ومصغرناه وحطناه هنا لا وكمان الصوت اللي سمعتوه ده إحدى مزايق التطبيق اللي هنتعرف عليها بعد قليل وكمان خلينا نشوف هنا كده دي طريقة أخرى كمان لميزة أحد المزايق اللي هنتعرف عليها اليوم طبعاً إحنا شفنا شكل الباب وهو بيفتح لو أنتم مهتمين بالموضوع وموضوع اليوم هيكون عن الكرومة أو الجرين سكرين وكمان إزاي نحول التكست تو سبيتش أو النصوص إلى صوت ونستخدمها من خلال البرنامج أيضاً لو أنتم مهتمين بالموضوع تابعوا معايا الفيديو للآخر أول ميزة مما زايا البرنامج وهي الجرين سكرين أو الكرومة زي ما بيقولوا والكرومة هي دايماً بنشوفها حتى بيعملوا بيها الأفكتات في السينيما لما بيحطوا سطارة أو شاشة خضرة وراء الممثلين لما بيعملوا الحركات الأكشن وكده وبعدين بيرجعوا يستبدلوا الشاشة الخضرة دي بفيديو طبعاً هي بساعة بتكون زرقة أو خضرة وهم مختارين درجات مش بتكون موجودة في الفيديوهات كتير بحيث أنهما لما يقدروا يعمل لها ريبليس ما تقتصش أو تشيل جزء من ألوان يعني ما تأثرش على ألوان الفيديو اللي هيحطوه مكانه لما يشيلو طيب خلينا نشوف إزاي أنا هعمل الجرين سكرين من خلال البرنامج وكمان إزاي هقدر أضيف صوت أول حية خلينا نشوف الجرين سكرين خليني أنا همسح اللي موجود وهبتدي معاكم من الأول طبعاً الأول هتقولولي إزاي أنا هجيب فيديوهات الجرين سكرين دي شايفين مثلاً زي الستارة دي إزاي أضيف فيديو فيه ستارة بتفتح أو بالشكل اللي أمامنا ده إزاي هنا كده أشوف الفيديو ده إزاي أضيف ستارة وكده أكيد كلنا بنشوف شكل الستارة الجميلة دي وبتفتح وممكن كمان أستخدمها في إن أنا عايزة أحط أسماء فققين عندي أو أحد الدعوات مثلاً عايزة أعمل دعوة أو دعنيقة فإزاي أنا هستبدل الجرين سكرين دي وتكون مكانها الفيديو أو الصورة اللي أنا عايزة أحطها أول خطوة إزاي أحصل على الجرين سكرين أو الشاشات الخضرة دي الفيديوهات اللي فيها الشاشات الخضرة هنشوف مع بعض أول حاجة هروح على اليوتيوب وهكتب جرين سكرين خلاص مبدئياً هستخدم كلمة جرين سكرين بعدها أكتب أي شيء أنا عايزة يعني عايزة مثلاً سلايد شو أنا عايزة مثلاً شكلة تيفي جرين سكرين تيفي خلاص أو تيفي باكدراوند فيديو أو لو عايزة ستارة أكتب جرين سكرين أو جالي مثلاً أشكال شاشات وفيها جرين سكرين شايفين؟ لو أخترت سلايد شو ممكن نختار شكل التلفزيون ده أو ممكن أحط أختار السطارة أعمل جرين سكرين جرين أهي سي يو آر سي آي آن أهي هتطلع لي أشكال الستائر شايفين؟ أهي أوبنر أو كدب لو كتبنا أوبنر كمان هتطلع لنا كمان الأشكال الجميلة دي اللي أنا ممكن أستخدمها طبعاً موضوع تنزيل من اليوتيوب أكيد ممكن كلنا نكون عارفين أنا يعني أنا بالنسبة لي يعني عشان ما نضيعش من وقت شرح البرنامج نفسه أنا منزلة تطبيق الريال بلاير والريال بلاير بيطلع لي آي كون فوق بيعمل لي تحميل أي فيديو من اليوتيوب ينزل عندي في الداونلود تمام؟ طيب نحن عندنا دلوقتي مجموعة من الجرين سكرين عايزين نستخدمها أول شي أنا هنزل الجرين سكرين بس مش هتكون هي في اللير الأول أنا هنزل أي فيديو أنا هكون عايزة مثلاً أو صورة ممكن فيديو أو صورة أنا مثلاً هاخد الفيديو ده بتاع البنت دي وهضيفه عندي على التايم لاين خلاص أنا عملت له دراج اند دروب وأصلاً أنا كنت ضيفة الميديا طبعاً لو عايزين ترجعوا لأي تفاصيل ممكن تشوفوا الفيديو الأول الجزء الأول وحطي لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو في صندوق الوصف وبعدين إحنا طبعاً أنا حطيت الميديا بتاعتي هنا شايفين دي يور ميديا أنا من يور ميديا ابتديت إيه؟ سحبت من الفولدر اللي عندي اللي فيه الصور سحبتها عملت لها دراج اندروب هنا في الميديا وبعدين هابتدي أخد أي فيديو وأضيفه عندي على التايم لاين أوكي؟ ضفت أنا الفيديو هنا على التايم لاين هابتدي بقى عايز أضيف الجرين سكرين إيه؟ خلينا نختار مثلاً ناخد السطورة دي هحطها فوق الإيه الفيديو أوكي؟ طيب تلوقتي إزاي أنا لو شغلت كده؟ خلينا بس نعمل الصوت نكتب الصوت هنا أنا لو شغلت كده طبعاً مهما هتفتح السطورة هيبين اللون الأخضر يبقى مش دي الخطوة اللي إيه؟ اللي هتخلي الجرين سكرين تفعل عشان أفعل خاصية الجرين سكرين أنا هحدد الفيديو اللي فوق لازم الفيديو بتاع الجرين سكرين يكون فوق الفيديو اللي أنا عايزة يظهر خلاص يبقى ده رقم واحد ورقم اثنين فوقه في التايم لاين وبعدين هروح هنا على أحدده الفيديو ده وهروح على فيلترز وإحنا تعرفنا على الفيلترز في الجزء الأول من الشرح وبعدين هنزل تحت في الفلاتر اللي موجود عندي هلاقي فيه فيلترز عندي جميل خالص اسمه جرين سكرين شايفين أول ما فعلت الجرين سكرين هو عارف إن إيه؟ إن الخاصية بتاعت الجرين سكرين هيعمل إيه؟ هيشيل اللون الأخضر كي؟ طيب هعمل خليك كده وبعدين أنا هسحب الفيديو عشان ما يضعش وقته تحت هسحبه من أول ما السيطار هتفتح وبعدين خلينا نشوف كده أول ما هضغط ممكن تجيبه كده شوية شايفين؟ أول ما السيطارة فتحت إيه اللي ظهر تحت إيه؟ الفيديو تمام؟ أهو طيب لو أنا عايزة تحكم في حجم الفيديو عايزة يبان مثلا كده أول طبعا هنا إيه؟ ممكن أغيره إحنا هورها لكم في طريقة أخرى بس الأول شايفين ده كده إحنا كده ضفنا واستخدمنا الجرين سكرين طيب خليني أوريكم حاجة تانية الجرين سكرين تانية بتاعة التلفزيون خليني أسحب التلفزيون هنا خليني أسحب هاخد نفس الفيديو أنا هضيفه هنا وهسحب فوقه شاشة تيفي تلفزيون هنا أنا همشي كده طبعا هم في الأول عاملين إيه؟ زي عرض كده للشكل الجرين سكرين هيبقى عمل إزاي؟ أنا هبتدي أشوف أمشي معي إمتى هتبتدي شكل الجرين سكرين من هنا وهبتدي أعمل إيه؟ كت وأعمل تجيب تلك الغزئ ده هتحب ده هنا كده تمام؟ طيب خلينا نشوف أنا هيجي نفس الشيء هنا فيلترز شوفناها دلوقتي وهروح على من الفيلترز على الجرين سكرين أوكي طيب فعلت الجرين سكرين خليني أشغل طيب دلوقتي شكل الفيديو اللي تحت مش كامل أنا عايزة الفيديو اللي تحت يكون كامل ظاهر هنا كده هعمل إيه؟ هحدد الفيديو اللي تحت وأبتدي أصغره على قد الشاشة عشان ما يبتديش إيه يقص منه هديني صغرته كمان وتحكمت فيه على قد الشاشة اللي تحت وأقدر كمان أضيف عليه فيلتر وكلارز وأي حاجة حتى الصوت أتحكم في صوت وأي شيء أنا عايزة أعمل خصائص في الفيديو وده شرحنا أيضا في الجزء الأول أنا دلوقتي حطيت الإيه؟ الفيديو هنا كده أوكي لو أبتدي أشغل كده شايفين؟ هالفيديو بقى كامل عندي الفيديو بقى كامل عندي كده تمام؟ يبقى كده شفنا أول جزء عندنا وهي طريقة عمل الجرين سكرين وطبعا هنا شايفين ده شكل الباب ده أنا كمان ممكن نجيبه نعمل إيه باب بيتفتح ويظهر ورا الفيديو أو أي شيء هدته هتلاقوا مجموعة كبيرة كم كبير من الفيديوهات بتهات الجرين سكرين اللي ممكن تستخدموها في شغلكم طيب ننتقل إلى الجزء الثاني ننتقل مع بعض إلى الخاصية الثانية الخاصية الثانية عندي هنا إزاي أنا أقدر أضيف؟ صوت خلاص بس مش صوتي اللي هو إيه فيه خاصية اسمها تيكست تو سبيتش يعني إيه تيكست تو سبيتش؟ يعني أنا هكتب له النص وهو من عن طريق البرنامج هيكون فيه ناطق هينتقل إيه الصوت نفسه؟ طيب إزاي أنا أعمل أفعل الميزة اللي عندي دي اللي هي تيكست تو سبيتش؟ وإزاي كمان أستخدمها؟ طبعا في كتير من أصدقاء القناة كانوا سألوني على الميزة دي وإزاي يستخدموها وإزاي يفعلوها وأنا بناء أنا على أسئلتكم طبعا وأنا بحب إن كنتوا يعني لو عندكم أي استفسار أو أي شيء حطوا لي الأسئلة وأنا إن شاء الله دايما ربنا يقدرني وأجاوب عليها طيب إحنا هنضيف تيكست تو سبيتش منين بقى نضيف تيكست تو سبيتش؟ إحنا مش هنبقى فيور ميديا خلاص إحنا ضيفين الميديا بتاعتنا هنروح على حاجة اسمها ريكورد خلاص أي هضغط هنا أوكي هيظهر أمامي هنا بيقول لي إيه عايز سكرين أند كاميرا عايز نعمل تسجيل للسكرين وكمان يفعل الكاميرا ولا كاميرا ريكوردين ولا سكرين ريكوردين بس يعني هو يصور الشكل بس الفيس بس ولا يصور الشاشة بس ولا الشاشة مع الواجه يعني يظهر أو خاصية اسمها تيكست تو سبيتش خلينا نشوف الخاصية الجميلة أو يزي كده هنا تيكست تو سبيتش هيبتدي يقول لي إيه اكتبي حديدي اللغة اللي عايزة تكتبي بيها أنا هقول له عايزة اللغة العربية طبعا اللغة العربية في أكتر من دولة عربية طبعا إحنا ممكن مش لازم نلتزم بالدولة اللي إحنا فيها إحنا كل دولة فيها أصوات وهوريكم إزاي مثلا أنا في الكويت أختار عرب الكويت وعايزة هي بديني صوتين صوت لرجل وصوت للأنثى وهنا السرعة بتاعته اللي سبيت طيب أنا هيجي هنا هكتب اللغة العربية أو بأي لغة أهلا وسهلا بكم أوكي وأبتدي أشغل الصوت أهلا وسهلا بكم أنا عملت كده ده تست أوكي لو عايزة صوت الأنثى أهو ممكن أهلا وسهلا بكم أوكي طيب أنا لو اخترت دولة تانية لو اخترت مثلا أي مثلا يجبت هيطلع لي أصوات أخرى أهلا وسهلا بكم أيوة فإيه بيبتدي زي ما إحنا شايفين بيبتدي يغير في الصوت أوكي طيب أنا هنا طبعا السرعة بتاعته وأنا أقول له إيه سيف تو ميديا معنى كده أنه حفظوا فين حفظوا عندي على الميديا خلاص هروح ألاقي هو طبعا حفظوا باسم الكلام أهلا وسهلا بكم فأنا ابتدأ يضاف عندي طبعا ما اضافش على تايم لاي مباشرة هو اضاف في الميديا فأنا هروح من الميديا أعمله drag and drop سحبه افلات وهضيفه عندي هنا كده وأبتدي أشغل الفيديو بتاعي كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير أنا كنت سجلتها قبل كده وفيه أهلا وسهلا بكم كمان ممكن نحطوهم الجنب بعض أهلا وسهلا شايفين طبعا أي حد يقدر يضيف أي صوت أو أي حاجة هو عايزها يسجل يكتب كل الكلام اللي حبه أو التعليق اللي عايز يعلقه على أي فيديو ويضيفه بالسهولة دي ومعدين في الآخر هيعمل export للشغل بتاعه هنختار الـ 720 طبعا بأفضل صيغة هنبتدي نصدر لإيه الفيديو بيهنبتدي يعمل إيه الفيديو خلاص هنبتدي يصدره هنبتدي نصدره هنبتدي نصدره هنرجع على تايم لاين بتاعنا طبعا لما هنصدر الفيديو هنصدر الفيديو طبعا بالـ Green Screen الجميلة اللي عندنا دي وكمان بالـ Voice اللي أنا ضيفته أتمنى يكون الفيديو قفتكم اليوم وتكونوا يعني فعلا هتستخدموه في شغلكم طبعا الـ Green Screen بغض النظر عن الـ Text to Speech لو أنا هستخدم الـ Green Screen وهحط صوت وهحط موسيقى مثلا لو أنا حط موسيقى الـ Green Screen بتطلع معي شغل جميل جدا يعني فيه ناس ممكن يشوفوا يقولوا إيه ده الشغل ده معمول إزاي؟ فطبعا فيه لو دخلتوا كتبتوا Green Screen على اليوتيوب هتلاقوا كمية فيديوهات Green Screen ممكن تستخدموها ومع الوقت هتلاقي كمان الواحد خياله بيبتدي يوسع وبيبتدي يقدر يوظف الـ Green Screen دي في حاجات كتيرة يارب تكونوا استفدتم من الفيديو اليوم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا Like و Subscribe للقناة وكمان تعملوا Share للفيديو فعلوا الجرس عشان يصدقوا منا كل جديد وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته